صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحيكم النهاردة هنقدم المايونيز بطريقة سهلة سريعة نضيفة كل حاجة ممكن نحضرها في دقايق بدون مؤد حافظة هيعجبكم قوي يلا بينا نعمل الوصفة النهاردة هنقدم المايونيز المايونيز اللي منشتريه برا دلوقتي غالي البرتمان ممكن احنا بقى عشان بنعمله في البيت بنعمل كمية اول باول وطبعا يعني هنحضره هتشوفه دلوقتي في دقايق صغيرة وبيبقى احلم المحلات وطبعا بدون مواد حافظة فيه انواع من المايونيز فيه نوع بيستخدمه لبن بدون آآ بيض النهاردة هنستخدم بيضة آآ طبعا المقدار قليل يعني هيكافي مسلا نص البرتماندة آآ اللي حابب يضاعف المقدار نكتب في صندوق الوصف المكونات اللي احنا هنعملها البسيطة دي او الكمية الصغيرة دي انتو ازا حبيتوا تضعف المقدار يبقى بطين وكل حاجة هتضعفوها المكونات اصدقائي هتبقى بيضة ربع معلقة ملح نص معلقة مستردة آآ معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة عصير لمون ممكن آآ بدل عصير لمون يبقى تنين معلقة خل بس انا بفضل معلقة آآ صغيرة خل وآآ معلقة آآ تانية صغيرة عصير لمون فايدة اللمون اصدقائي انه بيخلي لون المايونيز ابيض شوية مش اصفر عشان انا هستخدم الخردل المستردة اصدقائي اما اننا نستخدم او الخلاط او مضرب اليدوي آآ من مكونات ايضا المايونيز اصدقائي الزيت الزيت طبعا لازم يكون نضيف اي نوع الزيت زيت دورة اي نوع آآ تلات اربع كوب من الزيت هنستخدمه وبينزل آآ يعني حبة حبة مش مرة واحدة طبعا اصدقائي انا باستخدم آآ بيضة آآ كاملة انا باستخدم بيضة كاملة لان انا آآ ده بيساعد البياض ده بيساعد على تماسك آآ المايونيز في ناس اصدقائي بتستخدم صفار البيضة بس لا انا باستخدم آآ البيضة كاملة علشان البياض بيدي تماسك اول حاجة اصدقائي نحط البيضة طبعا لازم نختبر البيضة كويسة وقلقة هنحطها في آآ الخلاط ربع معلقة الملح هنحطها وطبعا ممكن تزيد هتدقوا بعد كده نص معلقة المستردة هنضيفها معلقة صغيرة خل هناخد ناصر اللمون وهناخد منه معلقة صغيرة برضو هناخد معلقة صغيرة منه كده اه طبعا زي ما قلتلكو ممكن نستخدم بدل عصير اللمون هيبقى معلقتين آآ صغيرين خل هناخد الاتنين خل هنبتدي نضرب اصدقائي المكونات اللي احنا قلناها طبعا اصدقائي المستردة بتعمل برضو تماسك وبتدي مزازة حلوة قوي للميونيز بعد كده اصدقائي هحط الزيت شوية شوية انا مش هحطه كامل لانه هو ممكن ياخد نص كوب مش تلات تربع فهحط كده شوية شوية ونقلب نضرب بالخلاط هنحط الزيت برضو شوية شوية كده ونضرب بالخلاط تاني بصوا اصدقائي اتماسك ازاي بقى خلاص اهو ماسك ممكن نحط شوية الزيت اللي فاضلين كده هي تلات تربع آآ كوب زيت آآ مناسب جدا وهنضرب تاني بصوا اصدقائي قد ايه جميل بصوا هو ده اللي احنا عايزينه هو بقى هيجمد وهيدي المايونيز الحقيقي او شكل المايونيز لما يتحط في التلاجة هندوق ازا كان محتاج ملح هنحط ملح مش عارف اقول لكم قد ايه طحفة اصدقائي طبعا حاجة في البيت حاجة نضيفة آآ مكونات عندنا ما فيش مواد حافظة طحفة هنبتدي بقى نحطه في البرطمان هنحطه في البرطمان اصدقائي طبعا ده انا عاملة كمية آآ فريش يعني كل يومين هتحط في التلاجة طبعا وكل يومين نعمل آآ حاجة بسرعة جدا في دقايق مايونيز طحفة يعني انا دقته احلى من المحلات اصدقائي هنحاول ناخد كله كل المقدار زي ما نشايفين قد ايه طحفة آآ سهل وسريع طبعا ضمنين ان ما فوش مواد حافظة ودي اهم حاجة اصدقائي طبعا آآ كل ما آآ حطناه في التلاجة هيتمسك اكتر واكتر هو قريدي متماسك لكن في التلاجة هيبقى متماسك اكتر آآ اصدقائي قدمنا آآ النهاردة طريقة عمل المايونيز بالبيت ببيضة ان شاء الله في القريب العاجل هنقدم قريب جدا هنقدم طريقة المايونيز بدون بدون البيت بآآ مكونات اخرى وانا مش عارفة اقول لكم طعمه حلو قد ايه آآ سهل جدا سريع آآ يعني ممكن نعمله في دقايق عشان نستخدمه في سندوتشات في الكفتة على الكفتة في الهامبورجر آآ في سندوتشات الفراخ طحفة آآ آآ ارجو آآ ان الحلقة دي تكون آآ عجبتكو وهي حلقة سريعة جدا ما خدتش اي وقت يلا آآ اعملوه وهتتبسطوا جدا من الطريقة. وآآ اشكركم من قناة ميرو بحييكم قناة ميرو للمعلومات الطبخ. اللي ما شافش القناة بلكده اصدقائي لايك شير سبسكرايب. يفعل الجرس واضغط على كلمة قول ليصلكم كل جديد. آآ وارجو ان انتم آآ تبعتولي في كومنتات عملتوا ايه? آآ عملتوه ازاي? وطلع ازاي? آآ يساعدني جدا. آآ اي كومنت بتكتبوه. آآ واشكركم تاني. تحياتي من قناة ميرو للمعلومات والطبخ. ميرو اتشانل. الى اللقاء في وصفات اخرى ومعلومات اخرى. شكرا والى اللقاء.